رجال التونس ألوا النهاردة إن الكرة روح وقلبه إخلاص كانوا بجد حماة الحماية حماة الحماية حماة الحماية هلموا هلموا لمشد الزمن تونس النهاردة عملت مطش كبير قدام المنتخب الناجيري ولو على الإمكانيات الفنية والبدنية ممكن ما يكونوش الأقوى بس كانوا الأفضل بالروح والعرق والكفاح في الملعب تقل جداً كل الفرقات دراجر وبن سليمان والجزيري والقائد المساكني كانوا أبطال فريق غيب عنه فريق تقريباً بسبب الكورونا وبيلعبوا الفريق الوحيد في البطولة اللي جمع تسع نقاط في الدور الأول وكانوا رجالة نحب تونس نحب شعبها ولعبيها ونحب نكون زيهم قدامكو الدبار بالقلب والروح والإخلاص نعبر أي صعب إن شاء الله اشتركوا في القناة يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة وتونس النهاردة عملتها وفازت على المنتخب اللي يبدو كان الأفضل فيه كأس الأمم الأفريقية حتى ما قبل مواجهة المنتخب التونسي تونس النهاردة تخطت المنتخب الناجيري بالروح والعرق والكفاح والجهد الكبير جداً من كل اللاعبين وده اللي احنا دايماً بنطلبه النهاردة تونس ممكن تبقى أقل في الإمكانيات المهارية والبدنية من المنتخب الناجيري ده على الورق بس النهاردة كانوا رجالة وكانوا لعيبة كبيرة جداً قدموا مباراة كبيرة جداً فرجنا على تونس وهي منتخب شقيق نشجعه ونسنده ونحبه بس فرجنا على تونس بعنينا ما احنا لعبنا قدام المنتخب الناجيري وحصل اللي حصل نلعب قدام كوديفور زي ما تونس لعبت قدام المنتخب الناجيري ما تقلقوش من حاجة هي دي عادتنا هي دي تقاليدنا هي دي الحاجة اللي احنا كسبنا بيها بطولات كتيرة جداً نلعب بنفس الروح بنفس القلب نلعب بنفس الروح بنفس القلب أنا مش بقول إن الكورة بس روح وقلب ما فيش إمكانيات فنية ولا بدنية في الملعب بس ممكن تديق الفرقات لو انت شايف ان كوديفور عندها سرعات وعندها امكانيات بدنية ومهارية كبيرة انت عندك برضو امكانيات بدنية ومهارية في الفرقة في منتخب مصر ممكن الفرق يكون لصالح كوديفور على الورق بس احنا في الملعب على مر التاريخ ما كانش عندنا فرقات مع اي منتخب عشان كنا بنلعب بدا بقلبنا نفسنا نعمل العملية تونس النهاردة وان شاء الله نعمل العملية تونس ان شاء الله تونس النهاردة من ديئة الاولى تحس فرق الامكانيات في الملعب المنتخب الناجري تقيل او في الملعب منتخب قوي جدا عنده امكانيات مش طبعية بس كل كورة تدخلات قوي جدا من المنتخب التونسي اسرار على الاحتفاظ بالكورة اسرار على استخلاص الكورة هو ده او هي دي الصورة نحب نشوف عليها منتخبنا باذن الله في مباراة الاربعاء القادم تونس النهاردة كل لعبيها كانوا رجالة جدا كانوا بيلعبوا بروح مش طبعية تونس على فكرة غاب عنها اكتر من 11 لعب بسبب كورونا تونس غاب عنها اكتر من 11 لعب بسبب كورونا ورغم كده عملوا مباراة رجولية وكبيرة من كل اللعبين مليون مبروك للمنتخب التونسي مليون مبروك للشعب التونسي مليون مبروك للعبي المنتخب التونسي الفوزي النهاردة على المنتخب الناجيري في دور الستاشر والوصول لدور التمانية في كأس الأمم الأفريقية نحية التانية بوركينا فاسو وي الجابون عملوا مباراة كبيرة جدا انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد وفي ضربات الترجيح فايزة بوركينا 7-6 بوركينا كانت تقدمت في دقيقة 28 عن طريق برنرد تراوري وتعدت الجابون في دقيقة 90 بخطأ لمدافع بوركينا أدامة جويرة بهدف في مروع لعبوا 9 رقلات ترجيح بوركينا ضيعت 2 والجابون ضيعت 3 كل واحد فيهم لعب 9 من يوم مبروك للمنتخب البوركيني المباراة النهاردة كانت حلوة كانت جميلة أي ومباراة البوركينا والجابون كان فيها كمية إصارة مش طبعية بوركينا ضيعت فرص كتير جدا وكانت ممكن تحسم المباراة لكن الجابون قدرت ترجع وفي الوقت الإضافي كان ممكن الجابون كمان تتقدم على بوركينا وانتهت المباراة في النهاية بضربات الترجيح 7-6 للمنتخب البوركينا المنتخب البوركينا هيواجه المنتخب التونسي اللي فاز زي ما قلت لكم على المنتخب الناجيلي بهدف المتقلق يوسف المساكني بهدف في ديئة 47 بالمناسبة لمنتخب الناجيلي النهاردة اتطرد منه أليكس أيوبي في ديئة 64 بعد تدخل عنيف مع لاعب المنتخب التونسي طيب نروح للمباراة اليوم لسنين في دور 16 لكاس الأمم الأفريقية غيني هتواجه جنبيا مفاجئة البطولة الساعة الستة بإذن الله والكاميرون هتواجه منتخب جزر كوميرون أيضا بيكافح جدا ومتقلق جدا في هذه البطولة في التاسعة مساء على الورق غينية تكسب والكاميرون تكسب بس ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل النهاردة أحمد حسن كوكا لاعب فريق كونيا سبور التركي قاد فريقه ليلفوز على فريق ألطاي سبور بالاسبوع 23 من الدور التركي بهدف دونرد كوكا شارك في تشكيل كونيا سبور الأساسي يسجل كوكا هدف الفوز لفريق كونيا سبور في الديئة 68 من ركلة جزاء عشان يرفع رصيده لخمس أهداف مع فريقه الحالي في الموسم الجاري كوكا اللي عنده 28 سنة وصل بالجلد لهدفه رقمية في الملاعب الأوروبية وثاني الهدفين المصريين المحترفين في الخارج بعد مين يا جماعة؟ أكيد بعد محمد صلاح أهداف أحمد حسن كوكا المية جاءت كالتالي سبورتينج براغا البرتغالي 25 هدف رايو إيبي البرتغالي 32 هدف أولمبياكوس اليوناني 38 هدف كونيا سبور التركي 5 أهداف أحمد حسن كوكا من اللعيبة الرجالة جدا اللعيبة الرجالة صحيح ما احترفش في فرق كبرى ولكن لاعب في دوريات هي الدوريات الدرجة الأولى في كل الدوريات اللعب فيها يعني ما لعبش في دوري درجة تانية مثلا لايها في الدوري البرتغالي والدوري اليوناني وتقلق جدا ولايها في الدوري التركي أيضا متقلق في كل الفرق اللي بيلع بيها في كل الفرق اللي بيلع بيها بيسجل أهداف وبيحقق مستويات مميزة أحمد حسن كوكا اللي ما يعرفش واجه الظروف صعبة جدا في بداية رحلة احترافه في البرتغال أنا أفاكر إن كوكا أول مراحل برتغال بتولع وكان بياخد وقت بيت صغير وحياته مش سهلة وكافح جدا عشان يوصل للمرحلة دي فزي ما بنفخر بمحمد صلاح الاسم الأكبر في تاريخ المحترفين المصريين نفخر أيضا بحمد حسن كوكا وكفاح وإصراره على البقاء في الدوريات الأوروبية يا رب دايما يا رب دايما موفق ولاعب رائع ولاعب مميز ولاعب كبير آه حظه واحد شوية مع منتخب مصر ولكن هو لاعب نحترمه ونقدره ونتمنى له دايما التوفيق موسيقى 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 عارفين حوالكم المشكلة الخاصة بيه؟ بمناسبة كوكا يعني أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي بقى مش أحمد حسن كوكا أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا عنده مشكلة في تابعات كورونا شبه المشاكل اللي عند بدر بنون اللي الاتهابات في القلب والتفاصيل الطبية دي اللي يعني لها تفاصيل كتير المهم النادي الأهلي عشان يطمن على أحمد نبيل كوكا بعت الإشعاعات الخاصة بيه أحمد نبيل كوكا نفس الدول اللي بعت لها الإشعاعات بالنسبة لبدر بنون عشان يطمن على حالة اللاعب بعد إصابته بكورونا وده يمكن الأيام اللي جاية يطمن النادي الأهلي على اللاعب اللي يعني من العناصر اللي ممكن تبقى مفيدة جدا للنادي كان المفروض يلعب كان المفروض يلعب الفترة اللي فاتت فيه كأس الرابطة ولكن بسبب توابع أو تبعات فيروس كورونا أو الشفاء من فيروس كورونا بعد عن تشكيلة النادي الأهلي كوكا احنا تكلمنا معاه في رقم عشرة عشان يطمن عليه وقاله أنه هو بخير وكويس وبيغضع للعلاج في توابع هذه الإصابة بفيروس كورونا ربنا يحمي الجميع إن شاء الله ربنا يحمي كوكا ويحمي بدر بنون وإن شاء الله يرجعوا للنادي الأهلي في أقرب وقت بصحة كاملة بإذن الله طيب تجربة ناشيين الأهلي كانت مفيدة في الفترة الأخيرة لكن لكل اللعيبة اللي شاركت مع الفريق الأول في مطشاط كأس الرابطة وكمان خلت موسماني مبسوط من بعض اللعيبة اتكلم على تلاتة بالاسم وقال إنهم ممكن يكملوا مع الفريق الأول في الفترة اللي جاي وممكن يبقى ليهم دور كويس مين بعد ثلاث لعيبة أحمد سعيد غريب وزياد طارق ومحمد مغربي وبالمناسبة هم دول الثلاث لعيبة اللي لفتوا نظر معظم الناس وهم بيفرجوا على شباب الأهلي في كأس الرابط شباب الأهلي المتقلقين في كأس الرابطة وعملين أداء رائع جدا وشيء يحسب بالتأكيد لبيتسو موسماني المدير الفني للفريق النادي الأهلي تلقى عرضا من أحد وكلاء اللعبين يعني عرض خلاله خدمات كريم حافظ الظهير الأيصر لفريق ملطايا سبور التركي عارفين كريم حافظ كان لعب مع منتخم مصر فترة ومن الفترات والآن هو بيلعب في الدوري التركي وهو حابب يرجع لمصر حابب يفسخ عقده مع فريقه التركي وحابب يرجع لمصر وينضم للنادي الأهلي عشان عارف أنه ده هتبقى بوابته لمنتخم مصر هو شايف أنه الجهاز الفني المنتخبنا الواطن ممكن ما يكونش بيتابعه قوي الدوري التركي فهو عايز يرجع تاني لمصر ويلعب مع النادي الأهلي عشان كده أحد وكلاء اللعبين عرض كريم حافظ على النادي الأهلي في ظل رغبة النادي الأهلي في الاستغناء عن محمود وحيد وبقى علي معلول وحيدا في هذا المركز يمكن شوية أي من أشرف يخش بس مش مركزه قوي ممكن الناحية التانية كريم فؤاد يعني ممكن يعتمد عليه الأهلي الفترة اللي جاية في الباكرايت ومنازمة الباكرايت مسؤولي للتحادس كندري حدده مبلغ 20 مليون جنيه الاستغناء عن هشام صلاح زي الأيمن للفريق لصالح النادي الأهلي في فترة الانتقالات الحالية في فترة الانتقالات الشتوية الأهلي حدد هشام صلاح كرقم واحد في اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق في مركز الزهير الأيمن لتعويض طبعا غياب أكرم توفيق بعد إصابته به الرباط الصليب كريم فؤاد في المتشاب بتاعتكس الرابطة ما حستوش بينفجر يعني أنا كنت مستني من كريم فؤاد فرصة ليه هو أنه ينفجر بقى في التقالة عشان كريم فؤاد موهبة حقيقية والأهلي لما ضم كريم فؤاد كان عايز يستفيد منه مباشرة بس حتى الآن كريم فؤاد ما نوارش ما نوارش آوش فممكن يعني الفترة اللي جاية يتحسن بس كريم فؤاد مستو أنه هو يلعب في مركز الزهير الأيمن يلعب أيضا في مركز الزهير الأيسر وأكيد هو لعب جوكر يعني الأهلي ممكن يستفيد منه في الفترة اللي جاية طيب أخيرا حسمت الأمور بالنسبة لمصطفى فتحي نادي التعاون السعودي أعلى رسميا نضم مصطفى فتحي لعب الزمالك اللاعب وقع العقد رسمي للانتقال إلى نادي التعاون في الفترة الحالية ده بعدما الزمالك وافق على بيع رسميا المقابل حصول على مليون دولار طارفين كان فيه مش أزمة بس خلاف بين نادي الزمالك ونادي التعاون السعودي على كيفية تزديد المبلغ على ضفعة واحدة ولا على ضفعتين والأمور دي تحلت بين إدارة الناديين وخلاص مصطفى فتحي لعب رسميا في نادي التعاون طيب فيما يخص مصطفى فتحي شايف هجوم على مصطفى فتحي على مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا بسبب إنه اللاعب يعني إيه فرط في نادي الزمالك وماكملش مع نادي الزمالك ومن الآخر كده بين كوسين يعني باع نادي الزمالك طيب وصفى فتحي عقده يخلص بنهاية الموسم وبالتأكيد كان له طلبات مادية من نادي الزمالك للبقاء مع النادي والنادي الزمالك قال له مش هنقدر نحق أهالك مش عادي يعني نادي الزمالك في النهاية بيشوف إيه اللي في مقدرته وحجم الاستفادة اللي ممكن ياخدها من اللاعب مقابل الفلوس اللي طالبها دي كلها أمور عادية مصفى فتحي بص المصلحته إيه الغريب في ده أنا مش بتكلم على مصفى فتحي بقى بس إيه يا جماعة فكرة المنفجئات اللي حضراتكم بقيتوا تشوفوها لما لاعب بيروح يدور على مصلحته ليه مصممين لفكرة الإخلاص والحب والكلام العظيم ده أنا بتكلم على كل الأندية وكل اللاعبين مفيش خلصة مفيش لاعب منتمي لنادي في مصر خلصة دي من سنين خلصة اللاعب اللي هو يقول لك إيه أنا ضحيت بيش عارف بإيه وإيه وإيه عشان خاطر حبي للنادي انسوا الكلام ده ولو طلع اللاعب قالك الكلام ده كمان ما تصدقوش ليه؟ عشان هو ممكن ما يكونش جاله عرض أعلى من اللي جاله في النادي فهيقولك كلمتين حلوين دول بس أي لاعب في مصر دلوقتي لما بيجيله جنيه زيادة هيسيب النادي بتاعه ويروحه أنا هنا كمان مش بنتقد مستوى فتحي من تحت لتحت ولا حاجة لا هو حر أنا بحط نفسي مكان مستوى فتحي أنا حر آه واحد ممكن يفكر لأمور مالية ومادية أيضا بطريقة أنه أنا فضلت في الزمان ممكن أكسب فلوس مش عارف من هنا ممكن أخد إعلانات من هنا ممكن مش عارف لما النادي يجدد لي بعد السنة الثانية ممكن أخد فلوس أكتر ممكن أخد شغرة ونجومية أكتر ممكن أتشاف مع المنتخب أكتر ممكن يفكر بكذا تفكير تمام؟ ممكن يعني فيه واحد يفكر كده واحد تاني يقولك لأ يا عم عصفور في اليد أنا روح أخد الرقم ده وأنا أخد برضو مليون دولار في الموسم أخد لي 16 مليون جنيه في السنة أنا بالنسبة لي ده مكسب كبير وعظيم كل واحد حر بس الأكيد يا سيدي المشجع أهل زمالك إسماعيلي مصر التحاد مفيش لاعب بيضحي بفلوس دلوقتي عشان خاطر حب النادي انسى انسى الكلام ده خلاص دي خلست على مصطفى فتحي وغير مصطفى فتحي طيب بمناسبة نادي الزمالك نادي الزمالك النهاردة حقق الفوز على المريخ السوداني والدين هدفين مقابل هدف في لقاء زي ما أقول لكم ودي جمع الفرقين النهاردة أو مبارح بقى الحد على استاد عبداللطيف أبورجيلا يوسف أسامة نبيه سجل هدف الأول للزمالك في ديئة 37 وأضاف سيد نمار الهدف الثاني في ديئة 40 من عمر الشوت الأول الزمالك خاض اللقاء بتشكيل مكون من السيد عطية في حراسة المرمى محمد طارق ومحمد حمدي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو في خط الدفاع وطارق علاء وماجد هاني ويوسف جعفر ويوسف أسامة وسيد عبدالله نمار في خط الوسط وحسام أشرف في خط الهجم أنا رأيي إن الشباب الحلوين دول يلعبوا المباراة القادمة لزمالك في كأس الرابطة ونادي الزمالك يقدر يشوف مين المناسب يقدر يستفيد منه في الفترة اللي جاي عشان زي ما قلت مبارح كأس الرابطة لازم تكون محدد فيه أهدافك أهدافك إيه ممكن أطلع لي زي ما الأهلي بيعمل كده أطلع لي ب2-3 لعيبة من الشباب مش عارف أشوفهم في مباريات وسط الموسم أخدهم معايا بعد كده يبقوا في التشكيلة الأسية أو تشكيلة الفريق الأول حتى لو مش الأسية بس يقدر يستفيد منهم ده اللي ممكن الزمالك يعملوا يستفيد من كأس الرابطة بشكل حقيقي بدل ما يبقى فيه غرامات وانتقاضات وهجوم على الفريق بشكل كبير جدا طيب النهاردة الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصري المكافحة المنشطات كشف عن وجود 6 لعبين في الدوري المصري جاءت عينتهم إيجابية وبعد انتهاء التحيات سيتم الإعلان عن أسمعهم طيب الكلام ده طلع بعد كده الدكتور حازم خميس أنا بس بقول لكم الخبر المنتشر الدكتور حازم بقى خميس طلع قال انه الكلام ده أنا اتفهم غلط أنا أقصد 6 رياضيين في الرياضة المصرية لكن هو عنده 2 اللاعبين فقط في الدوري المصري هم المصابين بكرونا من 6 يعني حتى الآن هم 2 بس 6 في الرياضة بشكل عام وهيتم الإعلان عنهم وطلعوا بعد كده بيان وقالوا فيه انه فيه خطوات معينة بيمشوها لحد ما يعلنوا عن الناس خطوات ليه علاقة بالطعن في القرار في الاجتماع مع اللجنة في التفاصيل كتير للمدان يعني المدان بيأغز منشطات وبعد كده كمان نصح اللاعبين الرياضيين في كل الألعاب انه هم يرجعوا اللجنة في أي أدوية أو أي شيء بياخدوها عشان كتير أو في الموضوع ده يا جماعة بيحصل ايه انه الأدوية فيه أدوية تبقى مش مظبوطة فيها مواد محزورة مواد تحسب كمواد منشطات عند اللجنة لازم اللاعبين يا جماعة المصريين في كل الألعاب ياخدوا بالهم خلاص الموضوع ده في العالم خلص تاخد حذرك تماما لو روحت خدت برشامة صداع صداع يعني تراجع نفسك وتسأل فيها وتامحها كتير قوي انت مش كده وخلاص يعني مش كده وخلاص طيب احنا معنا على على سكايب على سكايب واحد من اساطير اساطير نادي ارسنال الانجليزي واحد من اساطير المنتخب البرازيلي بطل كأس العالم مع البرازيل 2002 بطل الدولة الانجليزي مع ارسنال والدرع الخيرية بطل كأس الكارات مرتين مع البرازيل بطل كوبا امريكا وقائد للبرازيل في 2007 واحد من الاسماء الكبيرة الرائعة للعبة في جيل زهبي عظيم للبرازيل كان في رونالد روبيرتو كالوس وريبالدو واسماء اخرى هو واحد من افضل لاعبي الوسط في تاريخ الكرة العالمية الكابتن جيلبرتو سيلفا نجم ارسنال والمنتخب البرازيلي السابق صباح الخير مشرف ومنور الف شكرا بدأنا صح بدأنا بدأنا ومشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري وبرنامج رقم عشر الف شكر الف شكرا على الاستضافة انت بالنسبة لنا واحد من اللاعبين العظماء في تاريخ الكرة عشان كده احنا سعداء جدا بتواجدك النهاردة تبعناك مع ارسنال وجيل زهبي الارسنال تبعناك مع المنتخب البرازيلي وجيل زهبي البرازيل انت كنت واحد من اعضاء سواء المنتخب البرازيلي او فريق ارسنال عشان كده النهاردة مبسوطين جدا بوجودك وهيكون سؤالي الاول لك طمن عليك حرارك دلوقتي بتعمل ايه يعني الكرة متبعيتك لها عاملة ازاي الدولة الانجليزية الدولة الاسبانية الدولة البرازيلي كل الاماكن اللي انت اشتغلت فيها اهلا وسهلا بيك وطبعا ان انا معاكم النهاردة حاجة كويسة جدا ان انا النهاردة معاكم علشان اتكلم مع الترفيزيلي المصري طبعا انا عارف ان في اكتر من لايب كويس جدا في المنتخب المصري بالتأكيد هتسألك على المنتخب المصري وتسألك كمان هل متابعتك لكأس الامر الافريقية قائمة حاليا هلتشاهد مباريات منتخب مصر ومباريات كأس الامر الافريقية بشكل عام لا للأسف انا مش متابعك كأس الامر الافريقية بس انا classified بس انا شغال هنا مع اكتر من فرقة في البرازيل فانا بابع السبب بتابع المباراة بتاعت الفرقة البرازيلية اللي انا شغال معها هنا في البرازيل لان طبعا فيه فرقة في التوقيت ما بين التوئيد بتاعتنا في البرازيل والماتشاط بتاعت البرازيل والماتشاط بتاعت كأس الأمور الأفريقية بس طبعا متابع الأخبار مش متابع على الهوى الماتشاط بس متابع الأخبار كلها بتاعت بعض الماتشاط اللي بتتلعب احنا عاشقنا فريق أرسنل الإنجليزي بسببك وبسبب جيل ذاهب الفريق أرسنل تتذكر ايه من هذا الفريق الرائع اللي خدت معاه الدولة الإنجليزية أكتر من حاجة أنا فاكرها وأكتر من حاجة جميلة أنا فاكرها من أول يوم أنا لعبت هناك لحد آخر يوم أنا لعبت الأرسنل عن طريقة أن أرسنل تطعبها يجب أن أتحرك أرسنل وطبعا لازم أتكر الوقت اللي أرسنل كانت تذكر من ألحيات فتاة للمساعدة لأن دي حاجة كويسة جدا حتى علاقت مع كل الجيل بتاعنا مع هوبت بيريس وبيكم وهكذا كانت فرقة فيها خبرات كتيرة طبعا هم كانوا فرقة قوية جدا ومش بس علشان هم كانوا لعب الكورة كويسين بس كمان علشان هم كانوا أشخاص كويسين جدا هذا الجيل الرائع لأرسنال خلى كتير من الجماهير العربية والمصرية والعالمية بكل تأكيد يتبعون أرسنال بشغف شديد جدا تحول أرسنال بعد هذا الجيل وأصبح فريق يقل مستوى عاما بعد عام وتعلقت الجماهير خلاص بأرسنال وللأسف بقى لهم كتير ما شافوش بطولات مع الفريق زي جيلكم اللي كان دايما بياخد بطولات أنا طبعا مصدق إن هي الكرة القدم كده بس طبعا أنا بشوف كل الفرق وبتابع كل الفرق اللي في الدوري وبنشوف الفرق القوية وبنشوف الفرق كلها علشان فيه أوقات بتبقى كويسة جدا الفرق فيها ودلوقتي بنشوف فرق تانية في الحاجات أقوى من أرسنال بس الحد الوقتي أرسنال مش في وقت كويس جدا علشان يبقى في وسط المنتخبات أو الفرق اللي في أول بس طبعا حقيقة كويسة جدا إن فيه مشجعين من أفريقيا ومن العرب علشان يشجعوا واحد من الفرق القوية اللي كانوا في وقت من الأوقات فرق قوية جدا بس دلوقتي هم مش في نفس الوقت دوا بس إحنا حقيقة كويسة إن فيه حد بيتابع كل الفرق بالطريقة الجميلة دي لماذا تراجع أرسنال بهذه الطريقة على مدار السنوات الماضية في رأيك الأرسنال فعلا بقاله فترة مش قادر ينافس مع الفرق القوية بنفس الفرق لأنه مع أنه فيه لعيبة كويسة جدا بس ساعة ما بيبقاش من اللعيبة في نفس الفورما اللي هم فيها فطبعا بقية الفرق بينتهزوا هذه الفرصة وبيبدأوا يلعبوا عليهم وأكيد علشان فيه فرق كتير وفيه فرق دلوقتي بيقلهم اللعيبة كتير والأرسنال دلوقتي بيقال إنه هو في وقت بيغير ما بين مرحلة ومرحلة فطبعا الفرق بتبدأ بتاخد فرصة عليهم وعلشان كده هم ما بيقدروش نفسوا مع نفس مع كل الفرق اللي في أولي الجدول زي منشستر سيتي وهكذا وشوفنا منشستر سيتي ومنشستر سيتي كان فيه فترة ما كانش قوية جدا وبعدين بدأوا يطلعوا وينفسوا على الأماكن الأولى في الجدول هسألك على لاعب يلعب في نفس مركزك في نفس النادي بالتأكيد محمد النني رأيك إيه في مستوى محمد النني مع أرسن طبعا متابع لني ولعيب كويس جدا ومكانه كويس جدا في المكان دوت بس أنا وأنا متابعه هو ما كانش بيلعب تقريبا في كل الماتشات اللي كانوا اللي كانوا بيلعبها بس طبعا هو مكانه كويس جدا وهو شخص وهو لعيب كويس جدا وأنا أنتظر أنه هو يبقى لي مكان أحسن وأنتظر أنه هو يبقى لي دور أكبر علشان يساعد اللعيبة في الملعب علشان يساعد في الحفاظ على المرمى وعلشان يحافظ على مكانه في الملعب طبعا هو لعيب كويس جدا بس لازم يكون عنده فرص أكبر علشان يلعب على الملعب مع بقاء محمد النني في أرسنل ولا مع رحيله لفريق آخر طبعا كل لعيب هو اللي بيلعب محطش يقدر يولحي بس أن محمد النني مش بيلعب في الملعب كتير ممكن يعدي في دماغه أنه ما بيلعبش فممكن يكون عايز يروحي تتاني بس لأ طبعا أنا أتمنى أنه هو يرجع يلعب تاني أكتر من كده ويفضل أكتر في الأرسنل أنا مش عارف بس ياريت هو يعد أكتر فترة أطول من كده ويلعب في الأرسنل لا أعزي ما سألك عن محمد صلاح والأداء الرائع اللي بيعملوا في الدورة الإنجليزية على مدار سنوات مع فريق ليفربول ومع المدرب الرائع يورجان كروب رائك في الأداء اللي بيقدمه محمد صلاح العيب كبير من غير ما نقول أي حاجة العيب بيلعب كويس جدا بيشتغل كويس جدا تقنينها كويس جدا بيعمل فرق كبير جدا في المكان اللي هو بيلعب فيه دايما بيتفرق على المواتشاط بتاعة ليفربول ودلوقتي أنا متابع الفرقة ليفربول في الوقت اللي هو بيلعب كاس الأم الأفريقية ليفربول خسروا المكان اللي هو بيلعب فيه طبعا بالطريقة اللي هو بيلعب بيه وبيلعب كويس جدا لأنه بيعمل شغل كويس جدا مش بس في الدوري السنة دي بس في الدوريات السنوات اللي فاتت وهو عمل نفسه واحد من أهم اللعيبة اللي ليفربول بيعتمد عليهم في آخر كم سنة محمد صلاح دلوقتي في نقاش حول عقده مع فريق ليفربول هل تتوقع بقاءه مع ليفربول هل تتوقع رحيله عن الفريق في الفترة اللي جاية أظن أنه هو هيفضل في ليفربول دي حاجة طبيعية جدا أن العودة يبقى فيها كثير بس هيبقى في مفاجأة لو خرج من ليفربول لأن ليفربول فرقة قوية وأظن أن مع الكنديشنز أو مع الطرق كلها محمد صراح هيفضل لازم يوم ننتظر لازم كلنا ننتظر لنشوف العقدة هيبه في إيه وأظن أنه هو هيفضل في ليفربول وقت أطول بس لازم طبعا ننتظر الأخبار الأسمية من ليفربول لأن طبعا لو محمد صراح مش هيحب أو مش هيقدر يكمل في ليفربول طبعا هيبه فيه أكتر من فرقة تانية محتاجين لخدمات محمد صراح لأن في الشهور القادمة إحنا لازم ننتظر ونشوف إيه لها يحصل معه مع ليفربول هل ترى أنها كان يستحق جايزة زبستة أفضل لعب في العالم أم كان لبندوفيسك هو اللي يستحق طبعا كل جائزة لما بتنجح بيها أو لما بتستقبلها بتبقى طبعا تستحقها بس في اللحظة ديت هو ممكن ما يكونش أخده هو الجائزة فممكن تقول مش هيدي أحسن لحظة ممكن ياخد فيها مع ذلك هو بيعمل شغل كويس جدا بس طبعا اللي بياخد الجائزة بيبه هو الشخص اللي يستحقها فعلا مين في رأيك أفضل لعب وسط مدافع أفضل لعب بيلعب في مركزك في الوقت الحالي على مستوى العالم مين في رأيك أفضل لعب بيشارك في الوقت الحالي على المستوى العام حد لامع في مكانه بس شايف كازيميرو هو الشخص لامع بيعمل شغل كويس جدا مع ريال مدريد في الطريقة لعب لأن طبعا مكانه ده مكان مهم جدا للفرقة لأن طبعا بيعمل بيعمل طبعا بيعرفه طلاب الكورة كويس جدا وهو الطريقة الوحيدة أنهم يقدروا يعملوا توازن في الملعب مين في رأيك حلان هو المدرب الأفضل في العالم دلوقتي أظن جوارديولا في وقت من رأيي أن جوارديولا هو واحد من أحسن المدربين دلوقتي لأنه يسبب دوت بالأرقام بس طبعا المكان بتاع أحسن مدرب ده شيء صعب جدا لأن الناس كتير دوشون وساوب عاملين شغل كويس جدا كلوب كمان عامل شغل كويس جدا مع ليفرقول فطبعا المنافسة على اللقب دوت صعب جدا وعاتلتكم مدريد كمان مدرب كعاتلتكم مدريد بيعامل شغل كويس جدا بس طبعا الأرقام الأرقام طبعا هي اللي بتحسم دايما وطبعا في رأيي دلوقتي أفضل مدرب من رأيي بالأرقام هو كوتش بيب جوارديولا المنتخب البرازيلي في الوقت الحالي ترى أنه قادر على الفوز بكأس العالم ولا لسه ما فيش جيل زاهب رائع زي الجيل بتاعكم أظن أنهم عندهم كل كفاءات مضبوط طبعا فيها عقلينية كويسة جدا بس طبعا كأس العالم طبعا دايما صعب جدا أن أنت تكسب بيها بس طبعا إن شاء الله المنتخب البرازيلي يقدر يكسب كأس العالم اللي جاية وطبعا ده كل اللي الناس بتفكر فيه إننا لازم نكسب إننا لازم نتفوق علشان يقدروا يجيبوا المكسب القوي مش حاجة للشخص واحد بس دي لبلد كلها بس طبعا مش سهل جدا لأن إحنا كلنا عارفين إنها بطولة صعبة جدا لأن طبعا فيه أحسن المنتخبات في العالم في نفس المكان بيحربوا علشان نفس اللقب رأيك إيه رأيك إيه في الفكرة المطروحة بأقامة كأس العالم كل عامين مش أربعة عامة أنا مظنش إن هي أحسن فكرة علشان طبعا لازم ندي الفرصة إن كل الفرق الفرصة إن هم يلعبوا وطبعا دائما هيسيل شوية من البرستيج بتاع الكأس العالم لأنها هتبقى كأس عالم تاني بفكرة تاني لأنها هتبقى بطولة طبيعية كده هتبقى بطولة عادية جدا بتحصل كل سنتين فقط فأظن إن هي من أفضل البطولات فإلا أنا خايف منه طبعا إن هي تبقى بطولة عادية جدا فالناس تفقد الشغف إن هم يتفرجوا أو يلعبوا في بطولة قوية فطبعا شيء مهم جدا الحاجة الرياضية والروح الرياضية في البطولة دي شغيل أخي لك هل الآن نقدر نقول انتهى عصر احتكار ميسي وكريستانو رونالدو للجوائز العالمية ما بعد فوز ميسي بالبرندور السنة دي هل ميسي يبتعد عن الجوائز هل كريستانو رونالدو يبتعد هو الآخر عن الجوائز ولا لسه قدامهم كمان المنافسة هتبقى جميلة جدا من دلوقتي الأداء لأن ميسي ورونالدو في آخر كام سنة هم كانوا أكبر منفسين على الجوائز هم كانوا هما الاتنين بيبدلوا مع بعض دايما بس من دلوقتي الأداء هتبقى دايما المنافسة قوية جدا لأن بقى فيه تالنتس أكتر بقى فيه مهارات أعلى فمن دلوقتي الأداء هايبقى فيه فرص لبعض اللعيبة الآخرين أن هما ينفسوا على الجوائز الأخرى وطبعا دلوقتي فيه من المتابعين ومن المشجعين اللي هيشجعوا كل اللعيبة على أن هما ينفسوا على الجوائز التانية وأنا أنتظر من كل اللعيبة أن هما يشتغلوا على نفسهم علشان ينفسوا على الجوائز وكمان علشان يورروا الناس أنه فيه لعيبة كويسة وأنه فيه ناس تستحق المنافسة على كل الجوائز آخر سؤال ليك وهو سؤال يفكرنا بأجيال زهبية عظيمة لعبت معها لو تلك سكولي تلات لعبين نفسك الزمن يرجع بيك مرة تانية وتلعب جنبهم ثلاث لعبين سواء مع المنتخب البرازيلي أو مع فاري أرسل دعونا نقول مثلا مع عهيد روناودو وهوناد جينيو مع بعض في نفس الفرق برضو مع أرسل أو مع المنتخب البرازيلي جيلبرت سلفا اللاعب الرائع العظيم مع فريق أرسل مع المنتخب البرازيلي على الإسم الكبير في تاريخ الكرة العالمية واحد من أفضل لعبي الوسط على مر التاريخ أنا بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا في رقم 10 على تلفزيون المصري ده كان لعب عظيم ده كان لعب وسط ملعب مش طبيعي وسط ملعب دفاعي بمصطلحاتنا الجديدة رقم 6 رائع مع أرسل اللاعب مع لاعبين رائعين وأسماء كبيرة في تاريخ كرة القدم مع أرسل اللاعب مع جيل زهبي للفريق الإنجليزي تدرب تحت إيد مدربين عالميين وكبار اللي حيدر كيلبرتوسيلفا يعرف قد إيه كان لعب مؤثر وكبير في الملعب سواء مع المنتخب البرازيلي أو مع المدفع جاية فريق أرسل الإنجليزي مبسوط جدا بتواجده معنا النهاردة في رقم 10 الكلام كتير مهم تحدث عن النني وقال إنه محمد النني ممكن يفكر يرحل عن أرسل بس هو مستنيه يرجع تاني ويلعب بشكل أساسي مع أرسل هو شايفه لعب جيد ولاعب مميز ويقدر يفيد الفريق يتكلم كمان عن محمد صلاح وتوقع استمراره مع ليبربول رغم إنه لسه فيه مناقشات في تجديد التعاقد مع فريق الريد ده يمكن عن اللاعبين المصريين تكلم كتير عن أرسل وقال إنه زي أرسل بيمر بصعوبات منذ الجيل الزهبي اللي كان بيلعب فيه الفائز بالدوري الإنجليزي وقال إن أرسل صعب يرجع دلوقتي مع التطور العظيم لفرق كتير في الدوري الإنجليزي زي منشستر سيتيو زي منشستر وناديو وشلسي وليبربول فهو بعيد أرسل عن الصورة تكلم كمان عن اللاعبين لو رجع به الزمن كان يحب أو يرجع به الزمن يحب يلعب معهم مرة تانية فقال رونالدينيو والبرازيلي الكبير الرائع الظاهرة رونالدو أسماء تفتح النفس يا جماعة ده جيل البرازيلي ده كان فيه لعيبة هانهارا بيض عد بقى وقول أسماء كتير جدا يعني عشان بس تذكره ما تخلنيش روبرت كالوس ورنالدو وريبالدو وي جيلبرتو سيلفا وقاف وانا بس ببقى بفتكر بس وانا بتكلم مع حضراتكم الأسماء أسماء عظيمة جدا مميزة جدا كانت رائعة جدا في كل التشكيلة دي ده طبعا في حراسة المرمة كان فيه شوية لعبين مش طبيعيين فيه التشكيلة البرازيليا هل فائزها بكأس العالم الفين واثنين رونالدو يا خبره بيض يعني ده بيقوله دايما الجملة لها الشهيرة طيب الزكر ده فعلا كان ظاهرة مفيش مهاجم جيه في تاريخ الكورة مع كامل الاحترام لكل المهاجمين والأسماء اللي انتو بتحبوهم بس مجاش مهاجم زي رونالدو ده فعليا المهاجم الميسالي اللي ما عندوش غلطة اللي ما عندوش مهارة مقصة سرعة موجودة مهارة موجودة تصويب اليمين والشمال شغال درابط رأسية مميزة موجود بينزل من تحت ويروح لقدام موجود كل ده كان عند رونالدو البرازيلي اللاعب الموهوب الكبير واحد من الأسماء الكبيرة جدا جدا طيب نروح ايضا لاسم كبير في تاريخ التدريب العالمي واحد من الأسماء الكبيرة ليونال بونتش مدرب فريق سبورتين لشبونا الأسبق ومساعد مدرب المنتخب البرتغالي الأسبق يا فندم صباح الخير مشرف ومنور مساعد الخير وطبعا حياة كويسة جدا لنا أكون معاكم مع التلفزيون المصري ده شرف كبير لينا بداية كده لازم أسألك عن متابعتك لكأس الأمم الأفريقية هل تتابع في الوقت الحالي بطولة كأس الأمم الأفريقية ومشاركة منتخب مصر وباقي المنتخبات فيها طبعا أنا متابع الفرق بس ما بتفركش عن المرشات كلها بس ما فيش حد معين أنا متابعه أنا متابع كل الأخبار بتاعت كل الأخبار وطبعا أنا سمعت طبعا منتخب مصري واحد من المنتخبات القوية وطبعا لأن أنا اشتغلت في مصر اشتغلت في اسكندرية وطبعا ده شيء كويس أن أنا أتابع المنتخب بتاع مصر طبعا اشتغلت مع فريل التحاد السكندري الكبير أسألك طيب على كارلوس كيروش مش عارف متابع الأخبار ديو لا أبس اتعرض لانتقادات في الفضرة الماضية مع المنتخب المصري من الجمهور المصرية على ضوء المباريات الماضية في كأس الأمم الأفريقية ترجمة نانسية طبعا ترجمة نانسي قنقر أنا بس لعرفت أنه منتخب مصر اتأهل للدور الستاشر وسمعت الكثير أنه هو واحد من أقوى المنتخبات الموجودة في البطولة دلوقتي وفي بعض اللعيبة الأقوية من فرق في أوروبا طبعا وطبعا في بعض الفرق المصرية طيب أنت رأيك إيه تحديدا في كالوس كيروش المدير الفني البرتغالي الكبير رأيك بشكل عام يعني نتكلم عن كوتش كيروش أنا عمري ما اشتغلت مع كوتش كيروش بس كوتش كيروش عنده سيفي عنده سيرة ذاتية قوية جدا عنده خبرة قوية جدا عدى على أكتر من منتخب أو أكتر من فريق قوي جدا درب المنتخبات وطبعا لازم نشجعه لازم نقف جنبه وطبعا لازم نشتغل معاه علشان يكسب الكان اللي هي الأفريكان كوب نيشن ليونال مبوريتش مندير فني لفريق سبورتينج لشبونا البرتغالي الأسبق ومندير فني الأسبق أيضا لفريق الاتحاد السخندري أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة حدثنا مستمر عن منتخب مصر طبعا كلام ما بينتهيش ولن يتوقف عن دعم منتخبنا الوطني قبل مواجهة كود ديفوار في دور الستاشر من كعس الأنم الأفريقية وبالتالي معانا بعد الفاصل ضفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد خليكم اعتادت الجماهير على رؤية المصري محمد صلاح والسنغالي سعد يومني وهما يتحدان سويا من أجل تحقيق أحلام وطموحات جماهير ليفر بول الإنجليزي إلا أن قرعة الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وضعت النجمين وجها لوجه وكل منهما يحمل على عتق تحقيق أحلام منتخب بلاده في الوصول إلى المونديال مواجهة مصر والسنغال في الدور الفاصل تمناها الجميع على اعتبار أن تاريخ المواجهات المباشرة مع أسود التيرانجا يصب في صالح الفراعنة بعكس المنتخبات الأخرى التي تواجدت في التصنيف الأول والتقى منتخب مصر مع نظير السنغالي في ثلاث عشرة مباراة فاز الفراعنة في سبعة وتلق الهزيمة في أربعة فيما حسم التعادل نتيجة مواجهتين وشهدت آخر مواجهة جمعت بينهما فوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في نوفمبر 2014 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية وسجل نجوم مصر إثنى عشر هدفاً في الشباك السنغالية بينما سكنت شباك المصريين ثمانية أهدف ويخود المنتخب المصري مباراة الذهاب على أرضه في الرابع والعشرين من مارس المقبل فيما تقام مباراة الإياب في السنغال في التاسع والعشرين من الشهر ذاته وبعيداً عن مواجهة السنغال ومصر أسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين المنتخبات الإفريقية للظفر ببطاقة الصعود إلى المونديال حيث تلعب منتخبات الجزائر مع الكاميرون المغرب مع الكونغو الديمقراطية تونس مع مالي ونيجيريا مع غانا خمس بطاقات تمنح لأبطال القرعة السمراء للمشاركة في كأس العالم 2022 يتنافس عليها عشرة منتخبات هم الأقوى داخل القرعة فهل تنجح المنتخبات العربية في خطف بطاقات التأهل من أجل التواجد في المحفل العالمي الذي سيقام للمرة الأولى في المنطقة العربية أم يكون لمنتخبات غرب إفريقيا رأي آخر؟ واحد من الأعزاء جدا اللي دايما بتشرف بوجوده ومعايا الكابتن الكبير كابتن رمضان السيدة كابتن رمضان صباح الفل دايما مشرف ودايما منور ربنا يا خليك يا كريم صباح الفل يا كريم ومبروك البرنامج والتوفيق على طول الله يبرك في حضرتك مشرف ومنورة وخطوة عزيزة جدا ربنا يا خليك يا كريم النهاردة قبل ما يخش على منتخب مصر تونس عملت مباراة جبيرة جدا قدام المنتخب الناجير الحراكة فاركت عليها؟ طبعا طبعا اعطاك التونس النهاردة عملت معجزة انت فرقة نقصة 12 لعيب وفي لعيبة من الأساسيين ولعيبة تقيلة ورغم ذلك هي بس فرقة ان الراجل المدرب بتاعهم قرى فرقة ناجيريا طبعا المدرب نفسه كان غايب بسبب كورونا طبعا اه نظر مشاكل صحيح يعني اللي كان بيدير المدرب العام بتاعه صحيح أرجين فرقة ناجيريا بشكل كويس قوي يعرفوا يلعبوهم ازاي وعرفوا يضيقوا مساحات ازاي ويفلوا مساحات ازاي وعرفوا يلعبوا على الأجناحة بتاعيتهم السريعة جدا جدا براس الحربة الحقيقة اللي هو برضك نفس الحكاية يعني مهاري بعنده سرعة بعنده اختراقات قفلوا الحاجات دي كلها يعني يمكن فرقة ناجيريا الحقيقة يا كريم الرجل الجناح الشمال ده اللي هو مسكنة 80 دقيقة مسكنة 80 دقيقة يعني مش ممكن بتبالحب لوحده اه بالزبط كده لاني ابتدى يميل عليه واحد من الثلاثة بتوصل الملعب وفي نفس الوقت في الناحة التانية برضك نفس الحكاية خلاص افل افل الملعب بشكل كويس وهو عنده بقى كمان عنده لعيبة بتعرف تشتغل في التلت الهجوم يعني هم حفز في التلت الهجوم يعملوا اختراكات ازاي فوصل وعملوا جيم هايل جيم رائع اولا حاجة بصراحة اه النهارة ده كنت غيران اوش والله صح انا فرحان للمنتخب التونسي اه وكنت غيران اوي من الروح والقتل اللي كانوا بيلعبوا بيها النهار صح يعني بقول ان شاء الله بنتخبنا الوطني يزهر بالروح دي في مباراة كودي يعني ياريت بنتمنى كلنا الحقيقة لان احنا بقالنا فترة فترة كبيرة جدا حتى مش من من كروش في وقت كروش ده من قبل كمان كروش احنا عندنا مشكلة في الروح الكتالية عندنا مشكلة في القلب بتاع اللعبة منتخب مصر يعني انا في رأي ان احنا عندنا نجوم ونجوم كبار جدا ونجوم اسماء محترمة جدا ونقدر نعمل جوم حاجات كويسة جدا عندنا مشكلة فنية يعني يمكن الفترة اللي فاتت ظهرت بشكل كبير جدا حيات التوظيف اللعيبة وحيات التشكيل وحيات طريقة اللعب وحاجات كتيرة فنية ممكن نبقى نتكلم فيها زائد اهم حاجة يمكن لو تفتكر يا كريم في 2008 المنتخب بتاعنا وإحنا بنتفرج على مبارات كودفور التلات مبارات اللي قابلينا قلنا احنا هلعب الفرقة دي زاي ده فرقة يعني درجبة والجيل بتاعه دوت مشوك التيم كان كبير جدا احنا ادرك ببقى وهي طوري وكولو طوري واسماك كتيرة بقى وزكورة يعني احنا وإحنا بنتفرج بقولك احنا قلنا ايه احنا هلعب الفرقة دي ازاي صح احنا كسبناها اربعة مزبوط والحتة اللي هي قد فايصل ما بيننا وبين كل فرق افريقيا في الستة و تمانية و عشرة الروح والقلب تعرف اللعبها كان بتقعد مع بعض يقولوا احنا عاوزين نفرح جمهورنا مش عاوزين ننقف بعض المباراة جمهور زعلان صح الناس كان بتموت نفسها في الملعب لا اقول لحرك حاجة اه لانه راجع الناس بس الفين وستة و الفين و تمانية و الفين و عشرة على الورق احنا ما نكسبش هيبطولها فيهم خالص على فرق الامكانيات بمنتخبات اخرى والكمية المحترفين في المنتخبات التانية ما نكسبش ما نكسبش بس الحرك بتقول ده اه انه اراضة وروح وتصميم ان هم يفرحوا الناس اه طبعا طبعا فعيه دي نقطة مهمة جدا مش نقطة مسلا كده لا دي نقطة عام نقطة في منتخب منتخب مصر احنا فقدينها الحقيقة صح يعني زي ما قلت لك زائد بقى الحاجات السلبيات اللي تواجدت الحقيقة في التشكيل اولا في ممكن معسكرات اللي احنا اختيار مثلا اللعيبة في الاول وبعد كده في التشكيل وبعد كده ادارة التسعين دقيقة يعني ادارة التسعين دقيقة نفسها مش معمولة بشكل كويس اللي ما عجبكش عشان اسألك بعد كده نعمل ايه قدامك و دي فاربس اللي ما عجبكش في اللي فات عشان نقدر نسعاه هكلمك مثلا في البداية مباراة نجيريا مباراة نجيريا احنا في البداية كده قبل ما نبدأ المباراة احنا خسرين اربعة لعيبة بنلعب نقصين اربعة لعيبة مين بقى محمد صلاح لما شالوا من الجناح اليمين وحطوا راس حربة خسرناه صح ومصطفى محمد لما شالوا من راس حربة حطوا في الجناح خسرناه هدي اتنين لعيبة تريزيجي يعني صعب جدا جدا انك تجيب لعيب عنده صليبي ومنتمن شهور راحة واخر حاجة لعيبها اتنشر دقيقة وتيجي تحطه اساسي وفي مكان مش بتاعه في التلاتة ومباراة صعبة ومباراة صعبة جدا مع الفرقة اقوى فرقة في المجموعة صح هدي واحد الحاجة التانية انني انني برضا نفس الحكاية ما يعملش تمانية يعني ما يعملش تمانية خالص صح لانه هو لا يروح يعمل مساندات هجومية ولا في نفس الوقت كان عندنا احنا مشكلة اني اقرم طبعا لعيب اتنشر دقيقة او اتصاب لما نزل كمان عمر كمال حقيقة ما حدش عمله مساندات انا في الكوسة التانية دي عشان مهمة جدا وعارف ان حرك تقريبا من الناس اللي ممكن تتنور فيها النور بحب اشرح للناس انا حركة بفايا من مراكز اللاعبين فينا بعض الناس بقشفهمين يعني انني تمانية فاقول للناس انني احسن له ايه احنا انني لازم يلعب ستة هيعملك انت عارف ايه بيعرف تحرك بشكل كويس اوي ستة لو هو الاقرب لخط الدفاع بالزبط لو قدام السردبكين بالزبط كده اه تمانية اللي هما زي ما بنلعب مثلا لو بنتكلم مثلا على عبدالله السعيد والسولية مثلا السولية مثلا وعبدالله السعيد السولية مثلا وزيزو ده تمانية تمانية اللي يعرف يعمل لك المسندات اليجومية ويعرف يختارك ويعرف يعمل جبهة مع الباك ومع صلاح في ناحة اليمين ومع ايمن مثلا ايمن اشر في ناحة الشمال يعني برضك فيه حاجة يعني الحقيقة لازم عمر عمر يوعد يوعد اه طبعا لا امش كمال عمر مرموش لازم يوعد لان التلت مباريات يا كريم ما ادناش حاجة ما ادناش حاجة الحقيقة يعني فيه رمضان صبح معك برا اما خلاص ممكن زيزو تحطه هنا كمان هو زيزو لازم يلع هو مش غير التلاتة تليت اربعة تلاتة تلاتة مش هيغيرها كريم فهو زيزو لازم يبقى موجود في التلاتة ناحة اليمين هيبقى معندك مثلا انا في رأيي كمان ان فيه حمد فتحي الظلم في المباراة الاولينية الظلم في المباراة الاولينية لان هو زي ما قلتلك عنده ترزيجيه ما يردش وفي نفس الوقت النيني برضو نفس الحكاية المسندات اللي على الجناب دي مش موجودة فهو كمان كان بينزله كمان في وسط الحقيقة الوينش وحجازي فبالتالي انت مكنش عندك وسط ملعب عندك مشكلة كبيرة جدا وسط ملعب متاخد متاخد ايه كمان بقى يعني انت عندك فيه لعيبة الحقيقة في فرقة نيجيريا لعيبة كان كبار جدا طيب خلصت مبارات نيجيريا بكل الاخطاء اللي فيها لسه الناس مش راضية عن اداء المنتخب رغم ان كيروش تراجع عن افكاره الغريبة في مبارات غينية بيساوا مبارات السودان ورغم كده الاداء ما تحسنش اوه هو تحسن نسبيا بس ما تحسنش بشكل واضح لعب هو ايه برضك نفس الحكاية التشكيل احنا عندنا مشكلة كمان في الشغل في التلت الهجومي انت ما عندكش حلول في التلت الهجومي غير النواحل مثلا الفردية المهارة العالية مثلا الصلاح او المهارة العالية مثلا مصطفى محمد وهو موجود حتى في التمنتاشر ما عندكش حلول صحيح فدي مشكلة مشكلة كبيرة جدا الحقيقة انت لو لو تشوف النهاردة في منتخب تونس يعني لا ده يعني عامل تفوق على نيجيريا وهو زي ما قلتلك الحقيقة خسران مثلا اتناشر لعيب تفوق كبير جدا هولي حاليك حاجة تشرحانا فنيا بردو خروج المنتخب التونسي النهاردة بالكورة قدام ضغط مش طبيعي للمنتخب النجيلي المنتخب النجيلي زي مباراة مصر بيضغط بطول الملعب طول الوقت المنتخب التونس كان بيعرف فيه خروج من الكورة وده قالبا اللي هنواجهه في مواجهة كوديفور احنا عندنا مشكلة في الكوصلة عندنا مشكلة كبيرة بقى مشكلة كبيرة يعني هنشرح على المباراة الاولانية ترزيجيه زي ما قلتلك مش جاهز ومش هيقدر ينزل يستلم الكورة عشان يطلع بيها انني ما عندوش دي انني عندو ان هو يستلم من مركز الستة وبعدين يبتدي لعب الناس هو ما عندوش ان هو يبقى تمانية وينزل يستلم مش هيعرف لان المفروض دي مشكلة كبيرة جدا احنا يمكن عندنا كمان احنا خسرنا بشكل كبير جدا 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 اللعيب كان مفروض هو اللي بيعمل الحتة دي هو اللي كنت تسند عليه المدافعين بيسندوا عليه ازا كان حجازي او ازا كان الوينش او ازا كان اكرم او ازا كان احمد فتوح بيسندوا عليه عشان هو يطلع بكورة اللي هو افشا 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 في اخر موسمين يا كريم هو من افضل اللعيبة اللي موجودة مسلا في مصر كصنع لعب وفي نفس الوقت كمان حتى هو كمان عشان ما نقولش بس الدور المحلي بس حتى في مبارات منتخب مع حسام البادري وفي نفس الوقت مع نادر اهلي في كل المبارات الافريقية اللي لعبها كان مفتاح لعب وبيعرف يطلع بالكورة بيعرف يقف على الكورة عشان يطلع الناس ويشغل الناس يعني هو كمان بيعمل لك حتة الاستحواز لكن احنا بقلنا ثلاث مباريات احنا مش عارفين نحضر احنا في المبارات الاولانية مبارات نجيريا يا كريم رغم ان احنا اخطأنا مثلا ودينا محمد صلاح كمهاجم ورغم ذلك محمد صلاح طبعا قدي كده وكل لعبنا كان من حجازي ومن الوينشي ومن الشناوي عالي طب الصلاح هيتعامل مع الكورات العالية دي ازاي فانت خسرت حاجة مهمة جدا كان في اسلوب لعبنا طب نتعامل ازاي مع المبارات اللي جاية في دوق ده احنا الحد دلوقتي فعلا في التلاث مباريات عندنا مشكلة حتى المباريات اللي زي غينيا بيساوي وسودان المباريات السهلة خروجنا بالكورة في مشكلة مش موجود ما بنعرفش نخرج بالكورة صحيح عشان كده على طول يعني تمرير او اتنين وتلاقي كورة محطوطة طويلة صح طويلة على محمد صلاح الطويلة على مصطفى محمد ودي مشكلة كبيرة جدا يعني لازم يبقى فيه زي ما قلتلك لأ طبعا احنا بالنسبة للتلاثة بتقص مال عبد المؤمن جدا احنا لو حطينا النيني ستة لان النيني برضو يمكن عنده فيه ميزة من افضل اللعبة اللي بيعمله المساندات في المساحات الصغيرة يعني يعمل لك الباص وياخد تاني ويحط هنا بس في مركز ستة ويبقى قدامه زيزو ناحية اليمين والسلية ناحية الشمال انت التلاثة دولة هيتطلعوك هتقدر تطلع عليهم تقدر تطلع على النيني تقدر تطلع على زيزو تقدر تطلع على السلية اللي هو بيعتبر طيب انا بحب بسأل يعني تقريبا المحرك بتبقى معي اكتر حد بسألوا يا سلاف انها عمرك لما بنلعب الباعة تلاتة تلاتة مهم جدا يبقى للباكات دور الباك رايت والباك ليفت عشان انت الاتنين اللي في النص بيأمنوا كده بالزبط هل طريقة اللعبة دي فيها مشكلة عشانها ما عندناش برضو باكات يعني فيها مشكلة بسبب الاتنين باكات ما فيها فيها مشكلة اه انت وانت بتلعب اربعة تلاتة تلاتة المفروض ان الستة والتمانيتين اللي قدام قدام ستة دولة المفروض ان هم بيعملوا مساندات بشكل كبير جدا والمفروض ايه كمان الباكين لازم يطيروا صح يعني لازم يعملوا الواجب الوجومي بشكل مية في المية مزبوط لان انا مش قلقان انا هطلع ومتأمن بالزبط انا هتغطى في النص عشان امن الباكات بتوع تغطى في النص يعني مثلا زيزو يقامن عمر عمر كمال وفي نفس الوقت هيعمل مساندة هجومية معاه او العكس او ان زيزو هيعمل مساندة على وعمر يزبط يعني الجناح وعمر يزبط يبقى انت كده هطلعف تطلع بالكورة صحيح نفس الحكاية بالنسبة لأيمن اشرف او احمد فتوح في مشكلة برضو ان زي ما قلتلك ان انا وانا بالعب اربعة ثلاث ثلاث عشان تعمل نواح الهجومية كويس يبقى لازم الباكين بتوع كيبقى طايرين باستمرار لكن احنا في التلاث مباريات لا الباكين ما تحسش ان فيه ضر في الاضوار الهجومية مثلا بشكل كبير صحيح طب حسألك سؤال بس افكر استاذ المشاهدين بحاجة انا اعتقد حدك انت نفسك نسيها كابتن رمضان السيد كان معايا السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت يعني تقريبا من ثلاث مياه خمسة واثنين يوم ممكن من اكتر كمان على ما انا تذكر وكان هو اول واحد قال لي انه الاهلي ممكن يلعب تلاتة اربعة تلاتة يلعب بتلات مدافعين وساعتها حتى حطي لي تشكيلة مثالية وتقيمة الاهلي بيلعب بيها دلوقتي اللي بيعاملوا مسماني السنة دي المسم الجديد طبعا وقتلك ليه كمان صحيح عشان يعوض غياب البكات كمان لو يعني علي معلول عنده قدرات هجومية فممكن يبقى قدام حسن بالزبط لان النادي الاهلي كان الموسم اللي فات وانت متقدم خمس نقاط انت خسرت الدور صحيح خسرت الدور لاني كان فيه مساحات اللي هي بيغطيها دلوقتي من اول الموسم حمدي فاتحي لو بيلعب تلاتة اربعة تلاتة صحيح غطت المساحات دي يعني يمكن كان كل الكرات اللي هي المرتدة ما بين الباك والسيرد باك كانت فيها مشكلة كبيرة جدا صحيح وفرق كتيرة لعبت على النادي الاهلي كده بتقفل مساحات وتلعب زون في قص الملعب وبتدايق مساحات بشكل قوي جدا جدا وتلعب على المساحات الفاضية في تيمي النادي الاهلي مصبوط اضغطت بدي يعني اضغطت فعلا بحمد فاتح لما نازل لعب في التلاتة قفل المساحة اللي عطول احنا كنا النادي الاهلي كان بتدرب عشان كده بقى انا فكرتك بدي ليه ليه المنتخم ميلعبش تلاتة طبعا بما انك انت كمان ما عندكش باكات قسية اه ولا باك رايت ولا باك ليفت وان شاء الله فاتح ييل حلماتش جاي بس في الظروف اللي زي دي اه ما تلعب بتلاتة وحتى لو فاتح موجود مايلعب اه وينج يعني ما بالزبط بالزبط انت بالعكس انت وانت بتلعب بتلاتة اربعة تلاتة اه بتدي فرصة كبيرة جدا للباكين ان هم يعملوا وجب الهجوم وبتدي فرصة كمان للتلاتة اللي قدامه من التمانية دا يتشتغل في النواحة الهجومية بساكل كبير جدا اصلا فاتح قدراته الهجومية اكتر من الدفاعية وعمر كمان عمر كمان قدراته الهجومية اكتر من الدفاعية يعني عكس وساعتها كمان انت ممكن لو حبيت يعني تستغنى عن عمر ممكن تلعب زيزه يعني في المكان ده بالزبط ومش هتبقى الآن يعني حتى لو انت طبعا هيبقى الزيزه ناقص في النواحة الدفاعية لكن انت برضك هو نفس الحكاية خلي بالك عمر كمان نفس الحكاية عمر كمان يمكن بطولة البطولة العربة الحقيقة اعتقد ان المشكلة اللي كانت عند عمر كمان في النواحة الدفاعية صحيح هو ممكن يعمل لك الحتة اللجومية في التلتة اللجومة بشكل كويس لكن اي حاجة فيها ضغط عليه او في زيادة عددية عليه او في مواقف واحد ضغط واحد على عمر في مشكلة في التعامل طيب لو لعمنا تلتة اربعة تلتة على سبيل المثال على سبيل الخيال تبقى التشكيلة عامنا ازاي تبقى التشكيلة هقولك تلعب تلعب الشناوي طبعا وتلعب بحجازي وتلعب بالوينش وتلعب بحمد فتح حمد فتح يعني لحمدي لأيمن بس حمدي يمكن عشان اشتغل بيها الفترة اللي فاتت وسد صغرات كانت مقلقة لتيم النادي الاهلي اعتقد يبقى تلعب دولة اللي هما اللي هما حمدي فتح والوينش والوينش غالبها مشكلة حق المطش الجاي فممكن محمد عام منع مسلا وعي من عشرة محمد عام منع انا في رأي ان يعني لو في مكاسب في التلت مطشات اشتراك محمد عام منع لان انا في رأي من المساكين اللي هيبقوا الحقيقة في المستقبل حاجة جمدة جدا 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 كرة وتحضير هو طويل وبيشتغل فيها بشكل كويس قوي فيبقى محمد عام منع في التلاتة دول حجازي ومحمد عام منع وحمدي فتح هتلعب بعمر او زيزو وانت مطمئن صح وانت مطمئن وتلعب فتوح لا انا بتكلم على الاتنين الصليا اه الصليا وزيزو اه والنيني الصليا وزيزو او النيني او كمان انا كمان فيه لعيب يعني في وسط ما احنا شفنا الحقيقة الكوة والسرعة والرهيبة اللي كانت في مورات الجزائر مورات كودفور والجزائر الحقيقة لعيبة كودفور ايه الكوة والسرعة سرعة طبعا السرعة ايه وكوة ايه كل الاتحامات اللي مفروضة تيم الجزائر على فكرة من الاتيام القوية جدا في حتة التحمات في حتة كميات الجاري في الضغط في الحاجات دي كلها تاخدف فانا كمان عشان احط برضك اتنين جامدين هتبقى هيبقى السلية مع الحقيقة امام عشور امام عشور امام عشور لان امام قوي وفي نفس الوقت بيعرف يعمل المساندات اللجومية وبيعرف يعمل المساندات الدفاعية والاتحامات قوية صحيح وطبعا نحة الشمالة هيبقى فتوح طيب نقول تاني التلاتة اللي وراء حيازي وعبد المنعم وحمدي فتح وحمدي فتح الاربعة اللي قدام عمر كمان عبد الواحد وعمري السلية وامام عشور وفتوح وفتوح تمام محمد صلاح ورمضان صبح وصفى محمد دول دول هتعمل هتأمن كل حاجة يعني هتأمن المشاكل الدفاعية اللي عندك هتأمن المساحات اللي هي موجودة في التلات مباريات اللي احنا عمدها او معنى صح موجودة في كل مبارياتنا اللي احنا رابناها مع كروش طبعا هو كروش تاريخيا يعني ما بيغيرش 7-3-3 طبعا طبعا لو مشي بالطريقة دي هتبقى حاجة مفاجأة عظيمة طبعا طبعا انو هو ممكن فأي لحظة حتى في النواحة الدفاعية هارف يلعب خمسة بقى وراء مش ثلاثة يعني هيرجع الباكات بالزبط يعني كمان هيقدر يعمل كسافة عددية في الدفاع وكسافة هجومية كمان لو حاب يهاجم وهتأمن كمان يعني هتأمن مساحات مش تبقى وانت بتهاجم او وانت بتعدي نص الملعب هتبقى الأمن مساحات تضير فيها صحيح خلاص زي ما قلتلك ان النادي الاهلي كان عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في خلال الموسم اللي فات ويمكن كان سبب رئيسي ان النادي الاهلي يخسر دوري ويخسر بطولة السوبر المصري هو غطاها بالحتة دي صحيح يعني يمكن حمد فاتح عملها بشكل بشكل هاي الحياة لا انا اعتقد هتبقى طريقة كويسة جدا طيب عايزة بقى بس شوية عن المنتخب ولازم اسألك على حاجة في الاهلي وانا بحيب بقى رأيك حرارتك الصريحة الواضحة ايه رأيك في العلاقة اللي اصبحت بين موسيماني وقدارة الاهلي فيما يخص تجديد التعاقد رأيك ايه رأيي ان الموسيماني مش مستوعد ان هو مدير فني في النادي الاهلي النادي الاهلي مختلف عن كل الاندية النادي الاهلي مفيش حاجة اسمها ان مدير فني بتاعه يطلع في المنتمر الصحفي ويقولك انا يعني لسه في انا متكفق مع ادارة النادي الاهلي لكن في مشكلة ما بين امير توفي وما بين الوكيلة اللي هي زوجته يعني ده ما حصلتش خالص يعني لا بتحصل المفروض دي الكلام ده بيحصل في الاجتماعات وبعدين انت مش هتضغط يا موسيماني على النادي الاهلي عشان يعمل لك حاجة هو مش عاوز ينفزها صحية يعني انت النهاردة لما تدبقى طالب مثلا وكيلة بتاعتك طالبة ثلاث مواسم وفي نفس الوقت مثلا لو مشي في السنة الاولينية او في بدايتها او في اخيرها وتقولي ان انا اخد المسلمين التانين السنتين التانين طبعا ده ده يعني زي بالزبط اللي احنا بنعانيه من انت فاكر للأسف الشديد يعني انا اقولك حاجة يمكن العجرفة والتعالي والغرور بتاع ميستر كروش انه عمل عقد اتعمله عقد يعني يقولك ماشيني ده ممكن ازدهائك يعني يقولك ماشيني النهاردة انت بتكلم في في السنة ونص يعني لو مشي اسبوق اللي جاي ياخد سنة ونص ودي مش موجودة بقى في اي حتة مش موجودة يعني ده اكتر اندية ده انت لو جايب جارديولا مش هتعمله العقد دوت يعني اند اكتر اندية بتعمل مسلا ما يكون انت مسلا مدير فني خلاص بيه جامد جدا وانت خلاص عايزه معاك وكده هتعمله مسلا خمس شهور ست شهور اربع شهور تلات شهور لكنك تعمل موسمين سنتين او تعمل مع كوريش سنة ونص ده اي عقد دوت ده عقد يعني زي ما بقولك الراجل بيشتغل بمزاجه وبيشتغل بيعمل اللي هو عايزه متوقع متوقع هنروح لفين في كاسوامل افريقية يعني بص انا هقولك حاجة يعني حاجتين يتوجدوا الروح بتاعت منطقة مصر بتاعت الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة الروح دي لو رجعت زائد المدير الفني التشكيل ومش اقول طريقة اللعب لانه مش هغير طريقة اللعب وإدارة تسعين دقيقة يعني التغييرات حتى انت في في إدارة تسعين دقيقة كريم يعني حاجة الفترة اللي فاتت حصلت حاجة غريبة جدا انت لما بتيجي بتعمل تغييرت زيزو ومصره محمد بقراس حربة بتمطلعه طب انت النهاردة انت زيزو من أفضل اللعيبة اللي موجودة من الموسم اللي فات بيعمل كروس بيعمل كروس بشكل هايل طب انت أول ما بتنزل زيزو عشان يعمل لها كروسات بتمطلعه بتحط محمد صراح بتحط يعني برضك إدارة التسعين دقيقة دي حاجة مهمة جدا جدا يعني مش لو تصلحت الأمور أو تصححت الأمور شايف هنروح لحد فين أنا بص اقولك حاجة أنا يمكن متفائل بحاجة بس متفائل ان انا برجع بالذكرة بتاعتي كده لألفين وتمانية صحيح زي ما قلتلك دلوقتي في بداية وانا بدأت الحلقة معك ان في ألفين وتمانية منتخب كودفور كان قد المنتخب اللي موجود حاليا دلوقتي بتاع كودفور عشر مرات لدرجة ان احنا لما عرفنا ان احنا اللعب كودفور كنا مرعبين ده احنا وصلنا كبان ان احنا نقول ايه نسأل سؤال ايه احنا هنلعب الفرقة دي ازاي هنقفل عليها ازاي هنتغلب قد ايه هنتغلب قد ايه احنا كسبنا اربعة ترجع علينا حيث تروح منتخب مصر والراجل يعمل تشكيلة صح والحقيقة ويدير التسعين دقيقة بشكل كويس كابتر رمضان دايما مشرف ودايما منور ربنا خليك كريم كان نضيف كريم كالعادة كابتن الكبير كابتن رمضان السيد بعد الفاصل هنستقبل ايه عبدالخالق مدربة كرة قدم نسائية وايضا واحدة من المشارك اللي بيشرفونا في اوروبا انجي غنام حريست مارمى نادي انكونا الايطالي بعد هذا الفاصل خليكم اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم مرة اخرى الفقرة دي بقى فقرة مختلفة بس فقرة مهمة في كرة القدم في مصر احنا دايما بنهتم بيه كرة القدم بتاعت الرجالة نفرح بقى بالاهلي ونفرح بالزمالك ومنتخب مصر ومين اللعيب الفلان ولعبين يطلعوا ترندات ولعبين يبقوا ابطال حتى لو ابطال من وراء بس نفضل نركز مع كرة القدم بتاعت الرجالة لكن كرة القدم النسائية لسه شوية مش مهتمين بها او بس بدأنا بقى ان بتاع السنة كده بنركز اوه مع كرة القدم النسائية بنشوف نجوم فيها بنعرف اسماء لعبين فيها اسماء مدربين فيها فمبسوطين جدا بحالة التطور ده في مصر في بلدنا في كرة القدم النسائية كمان بقى عندنا لعبين محترفين في اوروبا من كرة القدم النسائية ودي حاجة برضو مشرفة جدا بنفرح اوه محمد صلاح وتريزيجيه وينني وخلافه لكن ما نعرفش كمان او بينا نعرف يعني شويتين تلاتة نجومنا البنات الشطرين اللي بيشرفونا كمان في الملاعب الاوروبية طيب عايزة ابدأ مع كابتن ايات عبدالخالي ايات مشرفة ومنورة مدربة كرة القدم النسائية ولعبها رائعة سابقة مشرفة ومنورة ربنا خلي وايضا انجي جنام حريسة مرمى نادي انكون الاطالي نقولتوا صح؟ صح بأمانة صح منورين الدنيا شكرا اخباركو when طيب هسألك ايات الاول قوليلي كده حالة التطور في كرة القدم النسائية عرافي الناس احنا الخطوات اللي خدناها او اللي بقى في فرق وبقى في منتخب دلوقت وبقى نشوف حاجات في كرة القدم النسائية بقى نفرحينين بيها انت لعبتي كرة القدم النسائية كانت الدنيا شوية مضلمة دلوقتي بطيت الأضواء شوية شوية نسبيا على كرة القدم النسائية أنت عشت الفترتين يعني عشت الفترتين في الأول كانت فعلا الدنيا مظلمة كانت في حد يعرف أي حاجة خلص عن الكرة النسائية أو فيه فرق وفيه دوري وفيه بطولات جمهورية وفيه بطولات ناشئات دلوقتي الدنيا ابتدت تعرف الناس ابتدت تعرف أن فيه كرة القدم نسائية بقى عندنا الإعلام ابتدت يهتم لحد ما يعني مش قوي بس ابتدت لو هو يزيع مطشوت ابتدت الناس تعرف على مواقع التواصل أن فيه فرق موجودة وعندنا منتخب كوي صغير الحمد لله وابتدنا نعمل أساس للعبة وابتدى بقى فيه منتخبات ناشئات لعبنا مطشوت ودية كتير ودخلنا بطولة موفقناش فيها بس ابتدنا نتحط على الخريطة أني بقى فيه منتخبات أول وناشئين هاي طيب أنت دلوقتي مدربة صح؟ مدربة مع مين؟ أنا دلوقتي حاليا مدربة في فريق بنات اسم النادي ألو إيجيبت ألو إيجيبت أنت لسه معتزلة قريب؟ لا أنا معتزلة من 2016 من 2016؟ أنا مهوريب برضا يعني من 4-5 سنة شكلك صغيرة كمان يعني لسه لسه فأنت ممكن تلعبك ولا تاني؟ ممكن بس هو يعني أنا فضلت التدريب أحسن يعني شايفي نفسي في التدريب كنت بتلعبك في مركز إيه؟ كنت بلعب باكريت أو باكليفت باكريت أو باكليفت جامدة يعني تاكلينج وشوت وبتاكلينج كنت تعميل عرضيات كويسة؟ يعني بأمانة يعني رجلك اليمين أحسن ولا الشمال؟ لا اليمين طبعا اليمين الشمال شغالة برضو او شغال شغال شوية طيب اندي عاملة إيه؟ الحمد لله أخبارك إيه؟ تمامي إيطاليا بتلعب في إيطاليا ده إحنا لما عندناها لعيب كرة بيلعب في إيطاليا بنعمل حفلات يعني يا فرحتنا وهنانا عندنا لعيب كرة كرة قدم راجل يعني بيلعب في الدور الإيطالي اندي بتلعبي في إيطاليا دلوقتي حرست مرمة تلعبي مع مين وبدأت إزاي تجربتك في إيطاليا دي حصل إيه؟ يعني روح دي إزاي؟ بدأت إزاي؟ أنا الأول بدأت هنا في نادي السيد بعد كده كنت معهم سنتين بعد كده كنت مفوضة لنا سافر مع أهلي أول حاجة دروعت عليها كان نادي لأن ده كان حلمي من صغيرة لأن أخويا كان بيلعب فأول ما وحت هناك بدأت مع نادي كانت طبعا اللغة كانت صعب عليها جدا كانت وجهت حاجة كثيرة ما كنتش عايفة أتكلم ولا أطحاك ولا أعمل أي حاجة واحدة واحدة روحيت لما نعبت مع أول النادي ده ثلاث موتشوت سيبته ويوحت نادي ثاني والحمد لله بيت أنا الأساسي دلوقتي لأول إيه الصعوبات اللي أنت واجهتها؟ أنت واجهتها صعوبات مع لغة إيه بقى؟ اللغة لأن البلد اللي أنا كنت فيها ما كانتش فيها نفس النادي فالأنا أسافي من هنا لهنا وفي السقعة وكانت معايا مامتي فكان الموضوع كان صعب جدا واللغة طبعا خلت مني وقت كتير بس الحمد لله كانت واحدة واحدة حاولت اللي أنا يعني أشغل نفسي لأن كنت لازم أعمل حاجة مؤخرا بدأت أو بدأت أولياء الأمور يخلوا بناتهم يلعبوا كرة قدم زمان كان يقولوا مثلا يلعبوا جنباز ممكن لو ألعبك هو ممكن كراتي يعني بل يعني شوية حاجات كده بعيدة عن الكورة بدأت إزاي معاك الكورة؟ من اللي كان صاحب الاختراح ده؟ أصلا أخويا بيلعب كورة فهو دايما مسألة الأعلى فأنا حبيت الموضوع ده جدا وكمان كان في المحلة كانوا بيشوفوا إزاي بأنت تلعب كورة كانوا طبعا أنت كده كده مش عايفة إيه بس أنا الحمد لله ما كنتش بشغل دماغ لأن عيلتي كانت دايما وقفة جنبي فما كنتش بشغل دماغ بيهم والحمد لله طيب آيات نفس السؤال عشان السؤال لها مهم جدا بالنسبة لها أنا مسألة حنفسي أشوف بناك كده تلعب كورة يعني برضو بداياتك مع كورة جات إزاي؟ بداياتي مع كورة جات أنا يعني حد كان شافني وكده وأنا بلعب كورة وقال لي أنت لإيه ما بتلعبهش في نادر ما كنتش عارف أن فيه لا أنت أصلا لعبت كورة ليه؟ يعني إيه اللي خليك تاخدي بكورة؟ أنا كنت بحبها بحب الكورة جدا وأنا أهلوية وكنت بتابع النازل أهلي جدا وبتفرج على ماتشاط مع والدي من وانا صغيرة يعني ما كنتش عارف أن فيه أصلا كورة قدم نسائية في مصر يعني الحد اللي صادفته ده وانا قال لي لازم تلعبي في نادي وكده هو اللي عرفني أن فيه فرق كورة قدم نسائية في مصر وبتديت أن أنا أروح وأسأل ووصلت والحمد لله لعبت في نادي جولدي ولعبت في كايرو إيسي ميلاند ولعبت في ودي ديجلة ولعبت في نادي المؤسسة العملية واختتمتها بقى في نادي اسم التنمية سبورت حيل جدا وانت يعني انت برضو قلت لي أنك روح تنادي تلعبي في كورة أنا بتكلم على الفكرة نفسها اللي هو يا مثلا هي قالت لي أنه عشان أخوها فكان مثلا أعلى بالنسبة لها فلعبت كورة انت عشان بتحب الكورة مفهوم بس لعبت يعني كنت في البيت مثلا بتلعبي كورة في المدرسة مع أصحابك كنت بلعب مع أخوتي أنا عندي أخوات ولدين كنت بلعب معهم دايما فكان كل اللي شوفنا وأنا بلعب مع أخوتي يقول أنت بتعرفي تلعبي كورة يعني حاول تروحي تشوف أن في نادي بفيه كورة كورة من نسائية وتلعبي فأي جات من هنا كده وبصراحة والدي شجعني يعني بقى معي والدتي كانت بتروح معي أنا صغيلة التمارين يعني هما الاتنين كانوا بيشجعوني جامد يعني بصراحة عظيم طيب ليه بقى يا إنجي اختارتي حرصة المرمى يعني ليه مش مركز تاني لا أنا حاولت بس ما حبتها زي الجون كده لأن أنا طولي كان مساعدني وكمان مفيش في مص كتير حتى أو بار ما فيش جوان كتير أو حرصة المرمى كتير فأنا حبتها واشتغلتها عن نفسي لغاية لما بيت كده الحمد لله صورك صورك على الشاشة دلوقتي على الهواء مباشرة دي كان مع فريق إيه لا كنا بنلعب ضد ولاد أصلا أه كمان أه أوكي ضد ولاد بزت طب مع أصلي ولاد برضو رجلهم تيلة لا أنا كمان بتمارل مع الولاد يعني أنا تمعيني مش بنات بس لأن أنا يعني مثلا يومين مع النادي بتاعي ويوم مع الفاية الأول بتاع الولاد عشان اللي أنا اطمين على يجلهم وضعباتهم واللي أنا أكون مستعدة قوية جداً وسريع بالضبط الموضوع دي بقى أكيد أصعب اه بالضبط هو ده العادي يعني ده العادي في الكرة النسائية أنه ممكن تتضربوا مع أولاد عشان تاخدوا التصريبات القوية والسرعة دي يعني إيه يعني أنتو في العادي في الكرة النسائية ممكن تتضربوا مع أولاد عشان أنت قلتي دوت أنه الناس اللي بتتصوب أكيد الرجالة رجلهم أقوى وأسرع يعني فأكيد بتاخدي مهارات أكتر طبعاً ده في العادي بيحصل في أي حتة ولا أنت اللي عملت كده من نفسك لا الكابتن هو اللي عمل كده أما اللي في مصر ما أظنش اللي كان ينفع يعمل كده أو اللي احنا ما ينفعش ندرب مع أولاد هناك لأنه كنت لازم اللي أنا قد ضيب لأن الحمد لله لوحت منتخب المحافظات كمان فكنت لازم دايماً أشتغل تمين منتخب المحافظات في إيطاليا بالزبط يعني إيه بقى منتخب المحافظات في إيطاليا إحنا أقول يبالك برضو سرحانا شوية في الكرة بتاعت الرجالة فممكن ما نعرفش اللي بيحصل عند المعات هناك بيجي في الشخص الكابتن بيجي يشوف الماتشات واللي بيعجبه بيأخذه المنتخب ده بيبقى عبارة المحافظات ودي بنلعب مع كذا محافظة وكده هاي كذا حد يشوفنا منتخب مصر دلوقتي يقدر يبقى منافس جيد في البطولات شايفة إن منتخب مصر بقى عنده تكوين كويس شايفة إن فيه أندية كتير بالضخ لعبين بنات للمنتخب المصري ولا إحنا لسه برضو العدد محدود هو بص من ناحية اللعبات فيه لعبات كتير جدا بس هي اللعبات دي منتظرة اللي يشوفها صح يعني اللي بيبص من فوق من التحاد الكرة لازم يبص صح على البنات لإن فيه بنات كتير جدا فعلا موهوبة وعندها الكدرة إن هي تشيل اسمه مصر في المنتخب فأنا بتمنى إن يبص على البنات دي كويس جدا وتنضمن للمنتخب إنت بتشتغلي موجودة في النادي الأهلي في أجدامية في النادي الأهلي النادي الأهلي دائما كنت بقى سمع عن النادي الأهلي والزمالك والأندية الجمالية الكبيرة دي ملهاش قوي شغل في القرى النسية الأمور دي مستحدثة حديثة صح وفيه لعبات بينضمن للنادي الأهلي مميزات فيه لعبات كتير إحنا عندنا حاليا دلوقتي أكتر من 300 لعبة هو الأكاديمية إحنا لسه أكاديمية إن شاء الله يعني السنة الجاية تبتدين نعمل فرق عندنا مواهب كتير جدا جدا جات لنا وبنات فعلا تقدر إن هي تخش في الفرقة بتاعت النادي إن شاء الله وبدئين كمان معنا قاعدة يعني إحنا عاملين من أول موليد 2017 شغل كهير معنا برضي فموجودة البنات من أول 2017 شكلا مدربة شطرة جدا يعني واسي ده مع نادي سدي المحلة نادي سدي المحلة طيب عايز عليك على الظروف يعني إيه يجي لك أولياء أمور يقول لك لا أنا ما قدرش بنتي تتدرب كتير أو تتأخر يجي لك أولياء أمور يقول لك لا أنا ما قدرش يسيبكوا تسافروا معسكرات أكيد أنت عيشت ده كلعبة أو كحتى مدربة بتتعاملوا إزاي مع الظروف دي؟ أنا عيشت ده كلعبة لكن حاليا دلوقتي كمدربة الأولياء الأمور لا ابتدى يبقى عندهم فكرة عن إن اللي بناتهم بيعملوا إن اللي بناتهم حبينه وشايفين إن بناتهم في اللعبة كويسين جدا فدلوقتي ابتدوا يساعدون إن هم يخلوا بنتهم لا تطلع معسكر تطلع تروح التدريب حتى لو هتتأخر تطلع المطشوات معنا لا بقى الفكرة مختلف جدا عند أولياء الأمور دلوقتي اختلف تماما لسه مكمل مع آيات وإنجي هذا الحوار الممتع جدا المختلف جدا بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى إنجي أسألك عن مشوارك القادم بقى مع منتخب مصر في فرصة قريبة للمنتخب مصر حد تتكلم معاك عن منتخب مصر حد من المتحد الكرة تتكلم معاك حد من جاهز المنتخب تتكلم معاك ولا الوضع عامل إزاي اه تتكلم معي كابتن محمد كمال الحمد لله وأول ما نزلت مصر تتكلمني قال لي هي الدكتورة دينا عايزة تشوفك وكده والحمد لله قابلتني حلوة جدا وكان الإضافة حلوة جدا وقعت لي إن شاء الله لأنا أكون معاهم بإذن الله هتجي موجودة مع منتخب مصر في فرصة دينا حبّة التجربة دي مع المنتخب تحدي حلو منتخب مصر ده كان حلمي إنوان صغيرة يعني أنا مش هميمني منتخب يطلق ده خالص قدّي مع منتخب مصر لأنا حلمي اللي أنا ألبستي شيئت ومنتخب مصر بإذن الله طب هي كلمت معاك قالت لك إيه سألتك عن إيه سألتني اللي أنا لو حبّك كنت حبّة هنا أو هناك كلم ده وانتي لازم تتمرني كويس وتجع نفسك أكتر وتتمرني وكده تحبي ترجعي تاني تلعبي هنا في مصر؟ دلوقتي؟ في أي فريق؟ مش في أي فريق لأنني متبطة بعيلتي لسه هناك في إيطاليا بالزبط فهو ده الميلة اللي ممكن يخليك إيهاتي هنا مش حاجة تانية مش حاجة تانية انت بتشجعي من أصلي؟ للأهلية بتشجعي الأهلية انتونت هنا أهلوية طيب هسألك على نقطة مهمة جداً انتو شعر اللعبة في الكاهرة مفهوم ماشي ممكن في اسكندرية ماشي هل القرط القدم النسائية بدأت تتطور شوية في السعيد في منطقة الجنوب في أماكن مختلفة بعيدة عن الكاهرة واسكندرية؟ بدأت أه بدأت دلوقتي السعيد أه بقى فيه أكتر من فرقة وإحنا دلوقتي بقى إنها ثلاث درجات الثالثة والممتاز بيه والممتاز فوق ففي الثلاث درجات فيه فرقة فيه موجود فرقة أنا أفهم إن ودي دجلة هو أكتر فريق منور دلوقتي في كرة القدم النسائية صح؟ على أهل دلوقتي يعني دلوقتي دلوقتي فيه فرقة تانية دلوقتي تلعت الجونة والبنك الأهلي لا فيه فرقة كتير تلعت دلوقتي بقت منافس لودي دجلة طيب ليه الأهل والزمالك بعيد؟ يعني أكلمك عن أندية كبيرة تفتكري ليه هم بعيد؟ ليه ما دخلوش القصة؟ الفكرة ما كانتش موجودة يعني الفكرة في الأول ما كانتش موجودة لما دلوقتي الأندية والفرقة ابتدت تسمعها جامد واللعبة انتشرت جامد جداً فابتدى هنا دي الأهل الحمد لله دخل وإن شاء الله بإذن الله يعمل حاجة مشرفة إن شاء الله بإذن الله وأنا أتمنى برضو أن الزمالك يدخل والإسماعيل الفرقة الكبيرة تدخل إن شاء الله بإذن الله طيب إيه الفرقة الكبيرة في إيطاليا اللي أنت ممكن تقولي مثلاً ده هدف إن شاء الله اللي أنا أروح له اليوفي اليوفي تبتشجع على اليوفي أصلاً؟ أه بحبه جداً مين من لقيت اليوفي تتحبيه؟ ما فيه كتير وكان أنا كان جايلي عارضة كمان من نابولي هاي بس للأسف ما كانش ينفعل أن أروح لإني كنت سيني صغيرة شوية وما كانش ينفعل أن أتحرك فلإني المسافة بعيدة جداً وإلى أناس زي أنا حياتي كله هناك فللأسف أنا ما روحتش نابولي عظيم طبعاً نابولي عظيم جداً نلعب في نابولي يعني أي حال يعني نابولي عظيم جداً طيب سؤالي ليك يخص منتخم مصر من ناحية أو مش منتخم مصر تحديداً البطولات الأفريقية نفسها يعني كلها منتخم مصر ماريوش مشاركات واضحة أو يعني عظيمة في البطولات الأفريقية سواء على مستوى المنتخبات أولاً ده مؤخر ما دي ديجلة كان في دورة أبطال الأفريقية ناقصنا إيه عشان نبدأ نخش البطولات دي والنفس فيها ونبدأ نخش البطولات عالمية؟ هو المنتخب كان قاعد فترة كده كبيرة كان متجمت خالص ما كانش في أي نشاط دكتور صحر عبدالحق الفترة اللي مسكت فيها ابتدت إن هي ترجع المنتخبات تاني وبتدينا إن إحنا يبقى فيه احتكاك بمنتخبات عربية الأفريقية بره الاحتكاك ما كانش كوي طبعاً في المنتخبات الأفريقية في احتكاك بيبقى فيه بطولات باستمرار بيشاركوا فيها فهتلاقي عندهم المستوى فارق عن المستوى بتاعنا بدنياً وفنياً فإن شاء الله بإذن الله إحنا بس ناقص البنات عندنا الاحتكاك بالفرق دي فطبعاً الاحتكاك بيها هيدي الفرق البنات بتاعتنا خبرة فهو ده اللي نقص يعني إن إحنا يقبى فيه احتكاك بره مصر صحيح طيب من اللاعب اللي في مركزك حراسترمار ما سواء مصري أو عالمي شايفة مسأل أعلى ديك وتحبت بإيه شبهه يعني الحضر الحضر في مصر طبعاً علمياً بفون بفون طبعاً أجابي من إيطاليا طبعاً حارس عظيم وكبير جداً وإنت كمان مني وإنت بتلعبك كنت تحب تبقي زيه وشايفة لعب رؤية جداً بص هو مش مركزي بس أنا يعني أنا بحب جداً جداً كابتنا بوتريكا طبعاً يعني هو مجاش ومش هيجي زيه تاني في مصر عالمياً عالمياً أنا كنت بحب فان بيرسي وديفيد بيكام الله أسماء جمدة جداً كمعاً جيل بيرتوسيلفا النهاردة حدودوش يتصغيرين على جيل بيرتوسيلفا بيرتوسيلفا ده كن لعب عظيم جداً فارسة الإنجليزية يعني كن لعب وسط ملعب رؤية عايز أخذكو شوية بما أننا عاديم مع بعض قاعدة لطيفة لزيزة كده بنتكلم فيها في الكورة أسألكو على منتخب مصر في كاس وامر الأفريقية كيف بتتفرجوا وبتشجعوا رأيك إيه في أداء منتخبنا في المطولة هو دلوقتي يعني أنا شايفه بقى أحسن شوية اتحسن اوه كتير إيه اللي ما تتشعر بك؟ اهه حاجات ايه؟ متتقلش؟ بصحة أوه أنا حسيت أحسن بصدورة حاجات ما متتقلش طيب إنت هتقولي حاجات ما تتقلش؟ هو مش حاجات ما تتقلش هو بس هو مشكلة المدير الفاني إن هو عنيد شوية هو عنيد شوية ممكن يكون مع نفسه ومع الجماهير يعني هو زي مثلاً استبعاد أفشة ده كان حاجة مفاجأة لنا طبعاً زي أفشة ما يبقاش موجود في المنتخب بس ففي حاجات كتير يعني المنتخب لا غير أهلوية بس حاجات كتير يعني هو بيلعب ايوة وفي لعبة كتير بتلعب مش في مراكزة واحنا أصلاً عندنا يعني ما شاء الله عندنا لعبة كتير وعندنا الدور اللي احتكاكات بقت كويسة جداً انت فين اللعبة دي؟ اللعبة دي مش موجودة ليه طبعيات اللي بالمناسبة يعني بما إنه مركزك يعني ليه ما عندناش باكرايت وباكليفت في مصر بعدد كبير كافي يعني؟ عايزين نروح للكرة النسائية نشوف حد فيهم باكرايت وباكليفت من كتر ما احنا يعني ما شا عندنا باكرايت وباكليفت هو معظم دلوقتي أي حد بيلعب كرة عايزي يبقى محمد صلاح قدام فالمكانين دور دلوقتي صوري تقولتي حاجة ما لهاشت ناس كتير لا لا كل اللي بيلعب كرة دلوقتي عايزة أنا عايزة أبقى محمد صلاح ولعب في المكان ده الجناح روح الجناح علام محمد صلاح بس هو بالعكس يعني الباك برضو حاجة كويسة جدا يعني كان عندنا لعبة عظماء يعني كابتن سيد عبد الحفيز واحمد فتحي وياسر ردوع محمد عمره ناحية الشمال وسيد معوض وكابتن ربيع اسين أسماء كتير عظيمة رأي كيف المستوى اللي بيعمله محمد شنو في البطولة؟ بالنسبة لي حلو حلو جدا وأنا بتعلم أنهم السبات الانفاعل اللي هو أنا كجوجون بتوطر جدا هو بحس اللي هو بيبقى هادي السبات الانفاعلية بيعجبني حلو بيساعد كتير كمان في الماتشات أنا ساعد بقى بتوطب كنت توطب بعمل غلطات هو بحس اللي هدوءه بيخليه سابط ووصل من نفسه أكتر إيه المهارات اللي مفهود تبقى عند حرس المرمى عشان يبقى حرس مرمى كبير إنتي قتيني مثلا الحاجات اللي هي حرس المرمى ما ينفعش يتوطر بالزبط إيه تاني لازم تكون موجود عنه؟ اللي هو اللي يكون شخصيته قوية على الفايل والدام عشان يعرف يحركهم لو هو ضعيف مش عارف مثلا يحرك ده أو ده أو ده لازم تكون شخصيتك قوية عشان تحرك الفايل بتاعك لأن انت اللي تبقى غير فتبقى شايف كل حاجة كلمتك اللي يازم تكون مسموعة إنجي انت شرفتيني ونورتيني إنجي غنام بجد استمتعت جدا بتواجدك معي النهاردة دايما موفقة وبإذن الله تقصار الدنيا في إطالة وتروح ينابل يبقى واليوفي كمان يبقى أحسن وإحسن إن شاء الله أيات عبدالخالي حقيقة شرفتيني ونورتيني وسعيد جدا بتواجدك النهاردة إن شاء الله موفقة كمدربة زي ما قلت موفقة كاللعبة إن شاء الله نورت الدنيا ربنا خليك يا رب تكونوا استمتعتوا معانا على نفسي كرة القدم النسائية تبقى أكبر من كده واتنور أكتر عشان متأكد إن هيبقى ليها متابعين وليها مشجعين زي كرة القدم بتاعة الرجالة بس نزود عليها الأضواء هم كمان المسؤول يبدأ يطور في كرة القدم النسائية بشكل أفضل ويعمل يعمل على انتشارها بالشكل الكافي أيات قليلت إنها موجودة دلوقتي كرة القدم في السعيد وفي كل مكان في مصر مبقاش فيها مفيش الحاجات للتحفزات اللي كنا بنسمعها زمان كل الناس دلوقتي حابين ولادهم يلعبوا رياضة مناتهم يلعبوا رياضة يا رب الناس كلها تفكر بالطريقة دي ونشوف كرة قدم النسائية متطورة ورائعة في مصر بإذن إذن الله دي كانت حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على الفرح